مالك بقى شفت ازاي اداءه النهاردة راجع من خسارة مفاجأة بالنسبة لي شفت ازاي كمان ظهور السفقات الجديدة بتكلم على مروان وعلى سيف انا شايف ان الدوري السنة دي هيبقى صعب جدا لكل الاندية وما فيش فرقة هتفضل كسبانا على طول وما فيش فرقة هتفضل خسرانا على طول ايه وكان خير مثال اعتقد انبارح او النهاردة المحلة المحلة كسبوا ودي دجل وانشتاني على التوالي ومزب واحد سفر فالنهاردة المباراة كلها ما فيش اي نتائج متوقعة النتائج كلها غير متوقعة زائد ان كل الفرق اللي صعدت من الدرجة التانية اعتقد ان هي مدعمة كويس وغير اللي مدعمة كويس يعني اسست كويس واشتغلت كويس وعملت اعداد كويس وبالتالي هتلاقي الصعوبة السنة دي في الدوري المنتاز سواء المحلة النهاردة بتعمل نتائج طيبة البنك الاهلي بيعمل نتائج طيبة صرراميكة طبعا ولا اروع في وجودها في مكان مميز جدا انت النهاردة شوف مين التلاتة اللي في الاخر هتلاقي اسمائيلي بالزبط في الانتاج الحربي ودجلة هتلاقي اسمائي كبيرة لها باع طويل جدا في الدوري الممتاز وبالتالي السنة دي موسم صعب جدا لكل الاندية موسم صعب جدا لكل الفرق الدوري الممتاز بما فيهم الاهلي والزمالك بما فيهم الاهلي والزمالك النهاردة الزمالك بيخسر من المحلة الاسبوع اللي فات النهاردة بيكسب الاتحاد الأهلي أعتقد برضو هيبقى الأمور مش ماشية كلها مكسب بيراميتس النهاردة خسر وكسب كل الفرق كسبت وخسرت الأهلي حتى الآن الوحيد اللي مخسر شوالة مباراة لكن احنا لسه فيه موسن طويل بالزبط والأهلي هيرجع من البطولة دي برضو إلى حد ما مجهد شوية فالأمور برضو هتروح لأن الدوري صعب من الدوري يكون صعب جدا تتوقع مين ممكن يحسنه في النهاية لا مش النهاردة هتقول ولا في الأمطار الأخيرة كمان يعني حتى دور أنت من بداية الدور الثاني مش هتقدر تقول مش هتقدر تقول لأن ما فيش نتائج متوقعة هذه مفهوم